الحكمة بنت بيتها نحتت أعمداتها السبعة زبحت زبحها مزجت قمرها أيضا رتبت مائداتها أمثال 9-1 وبعدين بيسألني أربع أسئلة ما هو بيت الحكمة؟ الكنيسة الكنيسة هي بيت الحكمة لأن الكنيسة هي مسكن للروح القدس عشان كده هي بيت الحكمة أعمداتها السبعة الأسرار بتاعتها أيما على الأسرار على المعمودية على الميرون على التوبة والاعتراف على التناول على مسحة المرضى على سر الزيجة على سر الكهنوت دي الأعمدة السبعة اللي هو عمل الروح القدس بسبع طرق وبعدين ما هو زبحها اللي هو الصليب المسيح أكمل كل حاجة يعني كل الأسرار وكل الأمور دي تمتد من الصليب مرة واحد كان سأل المتنيح الأنبغرغوريس وبعدين بيقوله وإحنا كنا في سنة أول ساعتها بس واحد من اللي هما في البكالوريوس فكان بيبنى اجتماع كلنا مع بعض أولة وتانية وتالتة وربعة مع بعض وكان بيدينا محضرة فانا فاكر فيه طالب من الطلب أسأل وسأل سؤال قاله هو الخلاص بالصليب ولا الخلاص بالأسرار فأنبغرغوريس قاله بص عايز أقولك حاجة قال الدولة لما تحب تعمل المدينة لما تحب تسئل ناس مية بتعمل ايه تعمل صهريج مية تعمل خزان الخزان ده عشان يسئل من الناس هل الناس بتشرب من الخزان قالك لا فيه مواسير طلع من الخزان وتوصل للبيت فانت بتشرب من مية الخزان عن طريق المواسير عن طريق الأسرار انت بتاخد بركات ايه بركات الصليب وبعدين بيقول في السؤال اللي بعده كيف مزاجة خمرها مسج الخمر ده سهل مسج الخمر قاله يحنى لما طعن المسيح في جنبه خرج من جنبه دم وماء ايه كلمة ممزوج دم يعني ايه حد يعرف يقول لي موت ومية يعني ايه حياه فموت وحياه يعني بموت المسيح حياه لنا يعني دخل في الموت وحولوا الى حياه لنا ادي معنى كلمة مزاجة خمرها وبعد ايه كده اخر سؤال بيقول رتبت مائدتها ترتيب المائدة اللي هو القدس الالهي المائدة اللي هي القدس من اول صلاة الصرح بيحكينا ان الله جبل الانسان على غير فساد الموت دخل للعالم بحسد ابليس ربنا بعت ابنه ويبتدي يمشي 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 لغاية ما وصلنا وفي كل حاجة بيحكي قصة الخلاص القدس بيحكي قصة الخلاص والشعب كل ما يسمح حتة شماس ينبه لها الشعب يقول امين يقول ايه يا رب ارحم بس حتة واحدة بس في القدس الشعب بيعترض على الكاهن عارفين ايه هي يعطي كل واحد كحسب اعماله ما بيقولش امين ولا يا رب ارحم يقول له لا اه لا اه كرحمتك يا رب وليس كخطيانة احنا لو احنا هتدينا اعمال يعني كلنا ضيعين يبتدي ابونا بقى يبين الرحمة وضع لنا هذا السر العظيم الذي لتقوى اخذ خبز خذوا كله اخذ كأسه خذوا اشربه وهكذا ده ترتيب المائدة بتاعتها